أولاً لو حضانة هختارها على أساس إن أنا أدمج ابني زوئي احتياجات خاصة في الحضانة لها اختيارات معينة أولاً نظفة المكان دي في الحالتين لازم تبقى موجودة تماماً تاني حاجة كمان السلالم لازم تبقى مخصصة كمان لأطفال زوئي الاحتياجات الخاصة لو في أطفال Hyperactive ADHD العوائق الحيطان اللانسكيب يبقى في الأرض ما يبقى استراميك قابلة للانزلاك أو التزحلك يعني الأمان والسلامة في الحضانة من أولويات أي أم النظافة بأدوات الطفل أدوات طعامه أدواته الشخصية الاهتمام كمان بالتغذية تشوف إيه اللي بيتعرض له خلال اليوم سواء الأكل سواء الطعام الفطار الغدى السناك اللي بياخده في اليوم ده الأطفال اللي هم الحالات الخاصة لكن برضو الأطفال العادية ما فيش مشكلة نفس الكلام يعني بالضبط وبنهتم تكون الوجبة فيها الفيتامين والمعيدن اللي الطفل محتاجها علشان ما يصبهو السوق تغذية تمام؟ الأمن والسلامة، النظافة، الاهتمام طبعا الأنشطة التربوية اللي بياخدوها في الحضانة يعني مثلا فيه ساشن للمهارات الحركية بينزلوا في الجاردن بيلعبوا بينظموا رحلات برا الحضانة يشاركوا فيها الأصدقاء بيلونوا وبيلعبوا تشوف إيه البرنامج التربوي وكمان تنمية المهارات اللي بتكون في الحضانة اللي أقدر أدخل فيها ابني دي الحاجة اللي تطمني أن أنا أدخل فيها ابني أو بنتي أو بنتي الحضانة جميل جدا